زي ما اتكلمنا معاكم ان يعني المباراة الكبيرة اللي قدمها المنتخب مبارح قدام السنغال وان شاء الله حنكمل المشوار يوم الثلاث في ماتش العودة تعالوا بقى نشوف الناس شافت ماتش ازاي؟ رأيي الناس هيكون ايه؟ يلا نشوف الحقيقة كان ماتش جامد ومحمد صلاح عمل مجهود كبير او انا كان نفسي نجيب الجون التاني وكنا نرجع بقى ندافع ونستغل الجونين دول في ماتش سنغال الجاي ان شاء الله اه الف مابوك والف سنو ما لعب منهم وكان ماتش جميل لا اداء المنتخب يعني كويس الى حد ما النهاردة وان شاء الله الماتش جاي يعني اقل حاجة لازم نخرج بجون او على اقل ما يخشش فينا اي جون بحيس ان احنا نضمن التأهل يعني احنا لغاية دلوقتي حاجة حلوة بس احنا كنا محتاجين الجون التاني بقى الالف مبروك للمنتخب المصر ان شاء الله نكسب في العودة او الحمدلله لعبنا كويس جدا بس كنا كنتم استنى اكتر من كامل المنتخب النهاردة الملعب كان معلعبنا وعلى يعني كل حاجة وجمارنا وكل عاية كنتم استنى اكتر جون تاني ولا حاجة عشان نضمن لاحنا للصعود وكده بس ان شاء الله خير يعني واحنا الحمدلله النهاردة قدمنا اداء كويس اوي قدام السنغال وان شاء الله يوم الثلاثة الجاي نحقق هزيمة ونسعد ان شاء الله الموتشي الجاي هيبقى صعب جداً إنها كتابعة على أردوم إن شاء الله خير يعني بإذن الله طبعاً إحنا شفنا كلنا المباراة لكن في ناس بقى كانت موجودة جوه على أرض الملب كان بتتفرج زي منا فعايزين نعرف منها الأجواء كانت جوهة عملة زي والله يا شازلي المباراة مبارح الناس في الأستاذ كانت يعني متحمسة جداً جداً أنا عايز بس أقول إن التنظيم مبارح كان الناس برغم إن كان فيه زحام شديد جداً وإن ما اعتقدش إن كان فيه كرسي فاضي في الأستاذ لكن الشباب مبارح قد إيه كانوا بسومين وعندهم قدرة على امتصاص الناس لإنه طبعاً كان فيه ناس متعصبة وكان فيه ناس زهانة يعني من إن الدنيا زحمة وكده لكن أنا عايز أقول لك الناس كانت مأكدة جداً على الإجراءات الاحترازية ودي كانت حاجة أنا كنت باستغربها جداً إن الأستاذ برغم إنه مكان مفتوح وإن الناس تبقى قاعدة مركزة جداً في التفاصيل بتاعة الإجراءات الاحترازية بالإضافة بقى البسمة اللي كل الشباب بتوع التنظيم واللي كانوا عملين يلفوا في وسط البدرجات عملين يأكدوا عليها وعملين يمتصوا الناس ويعملوهم معاملة خطيرة المارح كمان الجمهور قعد فترة طويلة جداً على هتاف واحد راجل يا منعيم راجل يا منعيم قعد فترة طويلة جداً طبعاً بعد لما محمد عبد المنعيم رفض إنه هو يخرج من المباراة بعد إصابته واستمر وقدرها طبعاً الأمور مش متاخدة يعني بالقوة يعني هو كان عنده الحدرة إنه هو يقدر يكمل مش هو بسنا مش رضي يخرج علشان لا لا هو عنده حماس ده نفهمه نوع حماس زايد حقيق حقيق لا وبرضو تقدير الأمور يعني في ناس ساعات متحمسة لكن ما عندهاش نتقدر تعمله أو ده ممكن يأثر على سين المباراة فهنا بقى بيتم يعني الموازنة في القصة دي لكن الحماس مبارح والجمهور لما جاء ريح كده شوية قد إيه كان فيه نوع من أنواع الدعم والتشجيع الجمهور كان موجود يمكن من الساعة 11 ولا 12 في الأستاذ المبارح فكانوا تعبوا على وجهة الساعة 9 ونص كانوا تعبوا من التشجيع ولكن ده مش معناه أنهم سابوا أبداً من المنتخب المبارح لا يعني تحية للجمهور والله إن شاء الله وكل التأكيد بإذن الله بكل التأكيد إحنا المباراة اللي جاء إن شاء الله إن شاء الله هتكون صعبة لكن إن شاء الله هنصعد من هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر